السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكو اصدقائي وحلقة جديدة من متقرست حياة ومعاكم موسيقى. الحلقة انها ضرب بعنوان خطوة صغيرة بتفرق. انا عايز اقول لك بعد ان انا عايز اضيف على العنوان ده خطوة صغيرة بتفرق كتير. تفرق كتير جدا. تفرق كتير في ايه? فكر كده في في الموضوع موضوع الخطوة ده فكر فيه بشكل مختلف شوية. يعني يعني خلينا نفكر كده هل الناس اللي احنا شايفينهم دلوقتي دون نجحين وحققين نجاحات عظيمة هل هم صحي الصبح لو بنفسهم نجحين? اكيد لا. اكيد كان في خطوات بياخدوها كل يوم علشان ينجح وعلشان يوصل للنجاح اللي هو فيه دلوقتي. احنا مشكلتنا ان احنا اه او ايه اللي بيحدثنا بسرعة? ان انا دايما بنبص لي اللي ناجح دلوقتي وهو فين? وحنفكر كده مع نفسك ايه ده? هو فين دول? هو ده ده يا عم وانا زق الدهم. ما هم في يوم الايام كانوا بيحلموا زيك كده. وكانوا في يوم الايام شايفين المسافة طويلة. بس عندهم بقى ميزة. عندهم ميزة ان هما كانوا بياخدوا دايما الخطوات الصغيرة وما بيستهينوش بيها. انت لو استهنت باي خطوة صغيرة تاخدها في حياتك مش هتوصل لحيك. ليه? لان انت استهنت بيها مش هتعملها. هتقول يعني انا مسلا دلوقتي انا هقرأ صفحة. اه مسلا في كتاب مسلا عايز مسلا اتعلم لغة. فهاخد النهار ده خمس كلمات. ايه يا عم الخمس كلمات دول? هينفعوك بايه الخمس كلمات دول? ما ده بقى الوسواس فاكريني الحلقات اللي فاتت لما اتكلمنا كده في الوسواس اللي بيخليك مش واصلت من نفسك. في الوسواس اللي بيجي لك دايما يخليك ترحي بطاقة. لان هو هدفه الاساسي انك ما تنجهش في حاجة. فهو ايجي يقول لك ايه? هتحفظ خمس خمس كلمات النهار ده? يا حلاوة. ايه الخمس كلمات انت هتحفظهم يعني? او خمس جمل يعني? ايه ده? هتامن بهم ايه? وعايز تبقى مطكن لللغة مسلا. لا يمكن هتوصل لها حاجة. فبالتالي ما مش هتحفظ اصلا بقى حتى الخمس كلمات. يعني هو هو وصلك ليه? ان انت استهنت بالخطوة الصغيرة فبالتالي مش هتعملها. هو ده اللي هو عايز يوصل له. او هو ده الاسلوب اللي بيتابعه علشان في الاخر انت ما تنجحش في حاجة. فاوعى تستهين بالخطوة الصغيرة لان اي خطوة صغيرة بتفرق كتير. تفرق كتير لانها خطوة بينبني عليها خطوة. بيتبني عليها خطوة وهكذا خطوات لغاية ما توصل للي انت عايزه ويمكن كمان تفوق اللي انت تتخيله دلوقتي. يعني مثلا واحد زي محمد صلاح. محمد صلاح افضل لعب في العالم دلوقتي. هل في يوم الايام وهو في بلده كان شايف اللي هو فيه دلوقتي? حتى لو كان طموح. فهو اكيد ما كانش شايف للدرجات. يعني هو مسلا مسلا اكاد اجزم ان هو مسلا لما كان قاعد في البلد كده بيلعب قوة في الساحة عندهم مسلا والحاجة حتى قبل ما يخش هذه المقاولين كان مسلا بيفكر ان هو اقصى طموحه مسلا هو يلعب في الاهلي. مسلا يعني. او يلعب في الزمالج او يلعب في المنتخب. فهو ده كان اقصى طموحه واقصى تفكيره جايب لكده. اجتهد عمل خطوات صغيرة. اول خطوة صغيرة راح مسلا هتلاقيه لعب في مكان شباب وبعد كده لعب مسلا في المقاولين. ما كل دي خطوات صغيرة بسه خطوات الصغيرة وصيرته دلوقتي ان هو بقى افضل لعب في العالم. افضل لعب في ليفربول يعني. تخيلوها يعني انت تخيل كده. العلماء والادباء القبار والاطباء القبار والكل الناس الكبيرة في مجالاتها. هل هو في يوم في يوم صحي في يوم وليلة لأ نفسه واصل للي هو فيه دلوقتي. لا طبعا لا يمكن. لازم يكون تعب. ولازم يكون بدأ ياخد خطوات. الفكرة بقى ان الخطوات دي تكون منتظمة. او تكون متصقة. او تكون بستميضة. بمعنى ايه? معنى مسلا مسلا زي ما قلت لك كده انت عايز تتعلم لغة. تمام? فانت حددت لنفسك ان انت كل يوم هتمسك مسلا خمس كلمات تحفظه. اليوم اللي بعده خمس كلمات اخر. اليوم اللي بعده خمس كلمات اخر. فانا بالتالي بقى عندي مسلا في اخر الاسبوع حصيلة خمسة في سبعة بتلاتين. او بخمسة وتلاتين. بقى عندي خمسة وتلاتين كلمة. بدأت في الاسبوع بقى اللي بعده? ان انا اركب الكلمات دي بجمل. فاول يوم عملت لي جملتين. تاني يوم تلات جمل. تلات جمل. رابعة جمل. وهكذا. فاصبح عندي مسلا في نهاية الشهر حصيلة من الكلمات وحصيلة من الجمل تخليني ابدأ اتكلم باللغة اللي انا عايز اتهمها. الاهم في الخطوات الصغيرة اولا انت تحترمها تحترم خطوات الصغيرة جدا وتحبها جدا لان هي دي اللي هتوصلك. مفيش كفزات في النجاح ابدا. لازم تحط الموضوع ده في دماغ في دماغ مفيش كفزات في النجاح واي كفزة بينتج منها نجاح بيبقى نجاح مؤقت ونجاح مزيف. زي الحاجات كده اللي بتطلع تريند. فجأة في يوم وليلة هو بواحد مسلا على سوشيال ميديا طلع تريند. شوية وبيختفوا يعني يعني ما بيستمروش ليه لان هما ما تعبوش. الحياة متعبة. الحياة فيها كفاحة. الحياة فيها جهن دي لازم بتعملوا. فالجهن بسيط لو انت مؤمن بكرة الخطوة الصغيرة. هيبقى صعب ومستحيل توصل لنجاح لو انت مش مؤمن ان الخطوة الصغيرة دي هتوصلك لحاجة. اهم حاجة زي ما قلنا ان الخطوة تبقى مستمرة. اهم حاجة دايما تكون مستمرة في خطواتك. ما تكونش بترجع بتعمل خطوة وبعا كدها ترجع خطواتين. لأ. قدمت خطوة لقدام كمل. خطوة صغيرة كمان قدام. فالخطوة الصغيرة دايما بتفرق في اي نجاح كبير. الانجازات الكبيرة العظيمة ما بتجيش الا بالخطوات الصغيرة. لا يمكن تيجي ابدا بكفزات. طالما نجاح مستمر ونجاح كبير وانجاز فعلا كبير لا يمكن ييجي بكفزة. فكر بقى كده مع نفسك وانت قاعد دلوقتي انت عايز توصل لايه? وايه الخطوات الصغيرة اللي انت هتبدأ تاخدها? عشان توصل للحلم اللي انت عايز تحلمه. او للحلم اللي انت بتحلمه. او للهدف اللي انت عايز توصل. فكر كده مع نفسك النهاردة. خلصنا الحلقة. فكر مع نفسك وشوف ايه الخطوة الاولينية اللي انت هتاخدها. واتكل على الله وكتب الخطوات. تكتبش خطوات كتير. اكتب خطوة الخطوة اللي انت هتخدها النهاردة. ان شاء الله تقوم كل يوم السوحية تكتب الخطوة اللي انت هتخدها في نفس اليوم. مش قصة خاصة. بس اكتبها وخلصها. ولما تخلصها افرح لما تخلصتها. بكده هتوصل للنجاح. وبكده هتوصل للهدف اللي انت بتحلم به. والحاجة اللي انت دايما عايز توصل لها لازم تقسمها لخطوات صغيرة. اتمنى تكون الدنيا كده واضحة معكم. لو في اي حتى طبعا عنده اي استفسار يسابهول في الكومنتات. ويا سلام لو انتو كل واحد كده يشارك كده معانا في الكومنتات. كل واحد ايه الخطوة اللي هو هيخدها النهاردة? انا عايز احفظ لغة واحد يكتب لي. انا عايز احفظ اللغة هبتدي بالخمس كلمات. انا عايز احفظ قرآن فهبتدي باول صفحة في القرآن. انا عايز احفظ احديث هبتدي باول حديث. انا عايز انامي نفسي في في الرياضة هبتدي امشي. انا عايز انامي نفسي في في اي مجال من المجالات هبتدي اخد الخطوات الصغيرة. فلو لو تشاركونا نشترك كده مع بعض كلنا في الكومنتات ونكتب كل واحد ايه الخطوة اللي انت ناوي تاخدها. ده ممكن يفيدك وممكن يفيد لما انت تشوف الكومنتات هيفيدك ولما غيرك يشوف الكومنت بتاعتك برضو هيستفاد. كده ممكن نكون بنبادل الفايدة مع بعض. اتمنى ان انتو تشاركونا في حاجة زي كده. وخلينا نقولها انها استطلع لرأي كل واحد يكتب خطوة واحدة. انا مش عايز خطوات كتير. كل واحد يكتب خطوة واحدة. ناوي ياخدها لتحقيق هدفه. اتمنى اشوفكم كومنتاتكم. ولا بديد معانا ما تنساش للسابسكريب. واشوفك ان شاء الله في عطل الجاية على كل خير. اشتركوا في القناة